تحديات كبيرة تواجهها سيارات الصين في أسواق أمريكا وأوروبا مع اتساع حرب مواجهة الصناعات الصينية وغزوها لتلك الأسواق فبعد زيادة التعرفة الجمركية على استيارات سيارات الصين الكهربائية بنسبة 100% من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت خطة واشنطن بتوسيع نطاق المواجهة عبر استهداف كافة أنواع السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت المركبات ذاتية القيادة المعتمدة على البرامج الصينية بهدف حماية الأمن القوم الأمريكي من الاختراق الصيني القيود الأمريكية الجديدة تهدف إلى منع الشركات الصينية من جمع بيانات السائقين الأمريكيين وإرسالها إلى الصين وتحجيم السوق السيارات الصينية داخل أمريكا ستشمل جميع المركبات سواء كان عملها بالمحروقات أو الكهرباء صحيفة بلومبرغ أشارت لوجود اجتماعات سرية ضمت مسؤولين أمريكيين إضافة لممثلين رسميين من أستراليا وكندا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأسبانيا والمملكة المتحدة لمناقشة الخطط اللازمة لمواجهة غزو المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت تنفيذ الخطط بأسرع وقت ممكن في ظل تزايد المخاوف من المخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة بالتقنيات الصينية والتي تم وصفها بالأنظمة المثيرة للقلق إلا أن وزارة التجارة الأمريكية وشركات صناعة السيارات طالبت بوجود فترة انتقالية تمنح شركات السيارات فرصة العثور على مصادر أو إمدادات بديلة وتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها القيود الأمريكية وضعت تقنية ليدر وهي تقنية الليزر المستخدم في السيارات ذاتية القيادة لرؤية الطرق وعلامات المرور والإشارات ضمن الأولويات إلا أن الخطط ستبدأ بالبرامج والأنظمة التي تستهدف بيانات السائقين فالخطط الأمريكية ترتكز بالدرجة الأولى على حماية الأمن القوم الأمريكي وأمن المواطنين والعلماء العاملين على أراضيها من أية هجمات سبرانية صينية حيث أن مختصي التكنولوجيا يؤكدون أن السيارات المتصلة بالإنترنت يمكن أن تنتج ما يصل إلى 25 جيجا بايت من البيانات في الساعة وتسجيل معلومات بايومترية عن المالكين والسائقين مثل بصمة الوجه أو بصمة العين وتتبع الأماكن التي يقصدها السائق عبر أجهزة الاستشعار بل أنها تمتد إلى التجسس على هواتف الركاب عند ربط البلوتوث بأنظمة السيارة أما الأهداف غير المباشرة فتتمثل بالتأسيس لشرخ بين صنع السيارات والبرمجيات الصينية والمشترين لها وبالتالي تحسين الحصص السوقية للشركات الأمريكية والأوروبية في السنوات المقبلة المتضرر الأكبر من القيود ستكون شركات بي واي دي ونيو كونهما الأكثر استثمارا بمجال برامج السيارات الذكية لأن الأمر اللافتة هو تعرض شركات عالمية مثل مرسيدس المعتمدة على الصين بهذا المجال وهي في طور المراحل الأخيرة من تجارب أحدى سياراتها في بكين وأيضا مجموعة فولغسفاجن لأضرار كبيرة على الرغم موجود بدلاء عن الصين بمجال تطوير الأنظمة الذكية وعلى الرغم من رفض بكين لجميع القيود غير العادلة المفروضة على صادرات سياراتها بحسب وصفها والسعي لإيجاد أسواق أخرى لصادراتها إلا أن مخاوف القيود الجديدة ستكون لها عواقب كبيرة خاصة على المدى البعيد كونها ستؤثر على تحديثات الأنظمة والبرامج التي يستخدمها مالك السيارات وبالتالي تعرضهم لأضرار غير محسوبة ترجمة نانسي قنقر